اشتركوا في القناة ما المقصود بجملة ما ملكت ايمانكم في عصرنا الحالي وما حكمه شكرا خلينا شوف الاجابة بتقول فان الصعوب في لفظ الاية كما وردت في القرآن هكذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين في صورة المؤمنين 6 وصورة المعارك 30 وملك اليمين هم الارقاء المملوكين لمن ما ملكهم عبيدا زكورا او انسا والمقصود بقوله او ما ملكت ايمان هن النساء من الرقيق وهن الاماء ازي حق لملكهن عن يطاقهن من غير عقد زواج ولا شهود ولا مهرف هن لسنا ازواجا فاذ جمعهن سمينا سريري وجمع سرية وهنا يعني ايه واحد بيسأل يعني ايه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والاجابة ان الكلام ده جي في صورة المؤمنين 6 او المؤمنون 6 والمعارك 30 ملك اليمين هم الرقاء سواء كان رجالة او نساء والمقصود بما ملكت ايمان هن بيقول كده النساء من الرقيق وهن الاماء وبيحق للمالك ان هو يطاقهم من غير عقد زواج ولا شهود ولا مهر ودول مش ازواج دي كده يتسرى بيهم يعني وانكمل الاجابة وقد انتهى الرق تقريبا في عصرنا هذا فلم يعد هناك عبيدا ولا ايماء الاسباب المعروفة طيب ايه يا طرق اللي انها استعباد الناس وملك اليمين هو الانسان طبعا اللي احترمت قيمة الانسان ومش من اي حد اي انسان يعني يستعبد انسان ومن حق اي انسان يعيش حر هو الانسان اللي قوانينها مستواها الاخلاقي اعلى وارقى من القرآن وعايز اقول لكم ان السعادة كان فيها سوق اللي بيع العبيد رجال والنساء يمكن غاية سنة تقريبا 1972 وخلينا كده نكمل الاجابة وهذا لا يعني ابطال احكام الرق از وجدت اسباب وكالجهات بين المسلمين والكفار فان نساء المحاربين سبايا تنطبق عليهم احكام الرق وملك اليمين وان ابطالته قوانين اهل الارض هنا بيقول لنا ان حتى لو قوانين اهل الارض ابطالت الرق وملك اليمين فده مش معناه انه ابطل من احكام الاسلام وانا هنا عندي تعاليق مهم لو رحتوا الاسباب نزول لصورة النساء 24 هتشوفوا ان الصحابة لما سبوا نساء وازواجهم كانوا على قيد الحياة قالوا للرسول احنا كرهنا ان نقع عليهن ولا هن ازواج فراح الرسول اعطاهم آية يعني كانوا هم اشرف من الرسول قالوا عيب يعني كان عندهم اخلاق قالوا عيب نطق امرأة بقيت عندهم ملك يمين بس جوزها عايش وخلينا نكمل الاجابة وما لم توجد هذه الاسباب الشرعية فالاصل ان الناس احرار قال ابن قدمة في المغني الاصل في الادمين الحرية فان الله تعالى خلق ادم وزرياته احرارة وانما الرق العارض فاذ لم يعلم ذلك العارض فلا حكم الاصل وقال صاحب فتح القدير والحرية حق الله تعالى فلا يقدر احد على ابطاله الا بحكم الشرع فلا يجوز ابطال هذا الحق ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك والله اعلم طيب لما الناس في الاصل هم احرار ليه رسول الاسلام محررش العبيد والاماء ده في مرة راح اشترى الفاطمة عبد وخليكوا شوفوا معي الحديث بيقول ايه ان النبي اتى فاطمة بعبد كان قد وهابه له قال وعلى فاطمة رضي الله عنها سوب اذا قنعت بيه رأسها لم يبلغ رجليها وازغطت بيه رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي ما تلقى قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك والتصحيح هيكون قدامكم على الشاشة يا رأيكم هل من الرحمة انه يشتري عبد ويديه لفاطمة هدية هل ممكن حد يدي حد انسان هدية ودلوقتي اوريكم ازاي كانوا بيشتروا النساء من الاسواق في كتاب المصنف كتاب البيع والاقضية الرجل يريد ان يشتري الجارية فيمسها بيقول ايه عن مجاهد قالة كنت مع ابن عمر امشي في السوق فاذن احن بناس من النخاسين قد اكتموا على جارية يقلبونها فلما رأوا ابن عمر تنحوا وقالوا ابن عمر قد جاء فدنا منها ابن عمر فلمسها شيئا من جسدها وقال اين اصحاب هذه الجارية انما هي سلعة يعني كانت في جارية كانت معروضة للبيع ومستباحة يعني من الكل قاعدين يقلبوا فيها فزي ما انت كده تشوف يعني سلعة حيوان تقعد كده تقلب فيه زي البهيمة لما تيجي تشتريها فلما شافوا ابن عمر راحوا تنحوا وقالوا ان ابن عمر جاي فابن عمر راح لمس شيء من جسدها وقال اين اصحاب هذه الجارية انما هي سلعة البني ادم في الاسلام سلعة هل الاسلام كده مش احتقر الانسان وسماه سلعة شوفوا معاه كمان من نفس المرجع عمر كان بيعمل ايه في السلعة دي عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا اراد ان يشتري الجارية وضع يده على آليتها او بين فغزها وربما كشف عن ساقها ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في ابن عمر ده تعليم عمر بن الخطب لابنه وتعليم الرسول لعمر الرسول والصحابة كانوا عندهم ملك يامين بيجمعوهم بدون عقد بدون جهود بدون مهر وبيجمعوهم بدون زواج ووقت كمان ما يحبو يدوها لأي حد ممكن يدوها يعني واحد عايز يباحها عايز يديها لصحبه براحته مها سلعة وانا السؤال اللي هسيبه معاكم ايه ما افضل حقوق الانسان ام شرع الاسلام وانتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم